عندي خشونا من الدرجة الرابعة يعني تحول المفصل من الشكل ده للشكل ده عضم على عضم وسمعت ان اللي بيوصل للمرحلة دي لازم يعمل تغيير مفصل فهل فعلا لازم اعمل عملية تغيير مفصل رجبة ويعني ايه جراحات الحفاظ على المفاصل انا دكتور احمد فاكيستي شارك جراحات العظام ومناظير المفاصل والاصابات وده برنامج كلام في العضم بيروح المريض لجراح العظام بيشتكي من قلم في ركبته وبيعمل اشعة اكس على الركبتين وبيلاقي الغدروف الزجاجي المغلف للمفصل متآكل كليا وبيعرف ان عنده خشونا متقدمة واحيانا يتقلوا انت محتاج تغيير مفصل عشان شكل الاشعة فهل فعلا اروح اعمل تغيير مفصل الاجابة الصريحة لأ احنا مش بنعالج الاشعات احنا بنعالج المريض اللي عامل الاشعة العملية فعلا بتتعمل للمريض اللي عنده تآكل في الغدروف سواء كان نتيجة الخشونا او نتيجة الروماتويد لكن اللي بيحدد اذا كنت محتاج عملية او لأة هو انت فقط احيان كتير جدا شكل الاشعة بيكون غير مرتبط بدرجة الالم والوظيفة يعني ممكن نشوف مريض عنده خشونا متوسطة ودرجة الالم شديدة جدا ربما يكون مأثر على نومه بالليل ومسافة مشيه بل احيانا يكون عامل للمريض تيبس بيخليه قاعد على السرير والصبح مش قادر يقوم للحمام لحد ما ركوبته تفك معاه وعلى النقيد تلاقي مريض عنده خشونا من الدرجة الرابعة عظم على عظم ونتوقات عظمية في المفصل في كل مكان وبيقولك والله انا قلمي بسيط وكل فين وفين لما افتكر اخد قرس مسكن وبتحرك جوه البيت ومن البيت للمسجد ومش بيكون عندي الصبحة اي تيبس احيانا بمسك عصايا احيانا لأ مش محتاج اكتر من كده يبقى مين في الاتنين دول محتاج عملية تغيير مفصل الحقيقة جماعة الاتنين مش محتاجين عملية تغيير المفصل هي عملية لتحسين جودة الحياة مش عملية طرقة مثلا ولا لازم تعملها احنا مش بنعالج الخشونا اللي في الاشعة احنا بنعالجك كمريض انت فقط المنط بيك تحديد ما اذا كنت محتاج العملية او لأ جراحات تغيير المفاصل ليست جراحات بسيطة او بدون مضاعفات 10% من الناس اللي عملوا الجراحة مش بيكونوا راضين عنها الرضا الكامل وربما يشعروا ببعض الندم على اجرائها المضاعفات ممكن تحصل حتى في احسن الظروف وبعد الاخذ بكل الاسباب من افضل جراح افضل مكان افضل مفصل الجراحة الوحيدة اللي بدون مضاعفات هي الجراحة اللي بتتعامل على شخص اخر مضاعفات تغيير المفصل تشمل كاي جراحة الالتهاب او العدوى بعد التدخل الجراحي صحيح مضاعفة ندرة جدا واقل من 1% ولكن ليست 0% ولو حصلت فهي في الحقيقة كبوس للجراح وللمريض وعلاجها بياخد وقت وجهد ومن المضاعفات ايضا احتمالية حدوث جلطات في الاوردة العميقة وده اللي بيخلينا نمشي المريض على الادوية المسيلة للدم بعد العملية اسبوعين تقريبا اذا اللي احنا بنسمعه عن العملية ده صحيح اللي بيعمل العملية ده مش بيمشي مرة تانية ده برضو كلام متهافت وغير صحيح المريض بيمشي تاني يوم تقريبا بعد العملية عملية تغيير مفصل عملية رائعة بتغير حياة ناس كتير وبعض الناس بتندم على الوقت اللي ضاعه في المعاناة قبل اجراء الجراح وانا عملتها الحياة بايدي لولدي ربنا يحفظه لكن معنى كلامي اللي فات ان المريض لابد من اختياره بعناية شديدة بعد استنفاذ كل الوسائل التحفظية من علاج طبيعي حق ندخل المفصل بانواعه وتقدروا ترجعوا الحلقتين عن الخشونة فيهم معلومات اكتر وكده بقينا نرجع نأكد مرة تانية ان العملية تتعلق بجودة الحياة وجودة الحياة شيء يختلف من مريض لاخر فلو عندنا مريضة عندها سبعين سنة ومحتاجة فقط تتحرك جوابتها لكن اصبح عندها قلم شديد بيصحيها من نومها بالليل وبيتقوم عندها تيبس مش قادرة تنزل من السرير غير بعد ربع ساعة وده منحها من قضاء حاجتها ومعرضها للحرج واصبحت الحركة داخل المنزل معاناة دي لازم تعمل العملية طبعا حق كل مريض حياة كريمة تكفل خصوصيته وتغني عن مساعدة الاخرين مثال اخر مريض عنده تشوه بالركبة يعني مش قادر يفردها للاخر وده بيخليتني ظهره بالمقابل ومؤثر على الفقرات ومسافة المشي بتاعته قلت عن 100 متر ده طبعا محتاج العملية مريض اخر عنده 65 سنة رياضي بتعود يلعب تنس مرتين في الاسبوع اصبح غير قادر على اللعب مسافة المشي بتاعته قلت وجودة حياته لا تقبل بقى اقل من المشي نص ساعة كل يوم ولعب التنس صرف فلوس كتير على الحقن والتردد الحراري وما فيش فايدة ده برضو محتاج يعمل العملية عشان يمارس الرياضة اللي بيحبها بشكل شبه طبيعي رغم ان حالته قبل العملية يتمناها المريض السابق ولو كان في نفس حالة المريض ده ما كانش عمل العملية القرار قرارة انت اللي حاسس بالألم وتقدر تقيم جودة حياتك لو قلتلك انك محتاج تعمل تغيير مفصل ده رأيي لك الحق انك تسمع رأي اخر استخير ربك استشير اسرتك واصدقائك خد قرارك عن علم وبحث الناس اللي مركزة عارفة ان ده ربط مثالين حالة عندها خشونة متوسطة واخرى عندها خشونة شديدة في اول الحلقة وقلت ان الاتنين مش محتاجين عملية تغيير مفصل وتكلمت الحقيقة عن المثال الثاني فقط اللي عنده خشونة شديدة في الحلقة اللي جاية باذن الله هنتكلم عن المريض الاول ونعرف ايه الجديد في علاجات الخشونة ويعني ايه جراحات الحفاظ على المفصل وبعدها باذن الله نفرد حلقة اخرى للحق ان دخل المفصل وانواعه لو عندكم اي استفسارات اكتبونا في التعليقات وححاول رد عليها باذن الله كلها كنتوا بتسمعوا كلام في العضل دمتم في عافية من الله وفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة